بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث السعنوي مع سلسات حل الجمهة الإجادية ومعادنا النهاردة مع الحلقة الثانية نشوف مع بعض التركات والأفكار الموجودة معنا في الفيديو النهاردة يلا بنا نبدأ كده بسؤال number one He not a bad impression at the interview so he was excluded Bad impression هو انطباع سيء في المقابلة الشخصية So he was excluded Excluded يعني معنى كله هو تم استبعاده أو تم إبعاده عن الوظيفة وبالتالي بممكن نقول هنا إن هو أبدأ انطباع سيء وبالتالي بممكن نقول هنا created a bad impression فالإكسوبشن ده اللي هو created a bad impression معناه لو يعطي انطباع سيء Number two as he not to work He remember that his briefcase was still at home As هنا بمعنى بينما بينما هو كان يقود سيارته ذاهبا إلى العمل He remember تذكر فجأة that his briefcase إن الحقيبة بتاعته was still at home ما زالت في البيت يعني معنى كده أن في حدثين حصلة مع بعض في نفس التويل وللتعبير دائما الأحداث المتقطعة أو المتزامنة مع بعض بيتم استخدام past continuous or model مستمر لو أنت ناسي النقطة دي ممكن أن أفكرك بيها اسمح لي فأما يكون عند رابط زي as بينما أو while بنفس المعنى بينما أو just as فبيتبع دائما أكي جملة بتحتوي على past continuous or model مستمر اللي هو was aware مع الفعل المضاف له ind أجمنا الثانية ممكن تكون past sample ماضي بسيط لو كان حدث قاطع للحادث الأول أو ممكن تكون أيضا ماضي مستمر وبالتالي بحنا مفوض هنا نختار was driving أوكي number three it's important to try to look من المهمة جدا لنت تحاول أن تبدو at the job interview في المقابلة للوظيفة وبالتالي يجب عليك أن تكون واثقا أو تبدو واثقا عند المقابلة للوظيفة إبقى confident number four the Arabs العرب used to trade اعتادوا أن يتاجروا the Chinese thousands of years ago عايز أقول مع الصينيين أوكي من آلاف السنوات وبالتالي يبقى هنا مع هستعدم هنا with trade with يعني يتاجر مع أما trade in يتاجر فيه وفي الغالبية بعدها مكان زي country دولة أو غير number five she mustn't eat sweets لا يجب أن تأكل حلويات because she is لأنها عايز أقول هنا مصابة بمرض السكر اللي هو diabetic diabetic ما نخفضش ما بين diabetes اللي هو مرض السكر وdiabetic اللي هو مريض السكر واحدة اسم اللي هو مرضة نفسه والثانية طبعا هي الصفة إحنا عايزين الصفة هنا يبقى الdiabetic number six hardly 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 معناها هنا أوكي بالكاد أو معناها لم يكد أن حسب طبعا المعنى في الجملة تعني كاء الجملة ونحدد hardly his meal when he left the restaurant يبقى لم يكد ينتهي من إنهاء وجبته حتى غضر المطعم اللي مش عايف أوكي استخدام أوكي الرابط hardly لترتيب الجملة الجملة أولى وجملة ثانية أو حدث أول وحدث ثاني اسمح لي إلا أنا أذكرك به يمكن استخدام hardly when ودوت رابط مراكب hardly أوكي لم يكد when حتى فعايزين نقول لم يكد يقوم بالشيء الأول حتى شرعه في الشيء الثاني وبالتالي بيفتم استخدام الموضة التام للتعبير عن الحدث الأول had وبعد كده hardly وبعد كده تصويف الثالث وبعد كده بأستخدام هنا هوان اللي هو بقية الرابط ثم past sample الموضة البسيطة اللي هو الحدث الثاني لكن بقى لو حصل هنا أوكي عملية تقديم للرابط في أول الكلام فبيختلف شكل الجملة فاعل وهد وتصويف الثالث الى شكل question سؤال had فاعل subject مع التصويف الثالث للفعل إذن إذا تم تقديم الرابط hardly في أول الكلام بيتحول شكل sentence الجملة الى شكل question فبيتقدم الفعل المساعدة had وبعد كده الفاعل وبعد كده التصويف الثالث عافية الكلام دول برضو مع رابط أخرى مثلا وزي وزي وبالتالي نرجع للجملة بتاعتنا يبقى إذن توزيع الجملة هيكون شكل question hardly hardly had he finished نكمل أما بالنسبة للسؤال اللي بعده وهو في القناة الرقم 7 believed to have recovered from his illness عايز أقول يعتقد بأنه قد تعافى من مرضه يبقى يعتقد عنه يعتقد دوم الأول فتح المقابلة الآخر هو تبدو مبني المجهول وبالتالي يبقى ستادل من الصيغة اللي هي number D he is believed يعتقد عنه number 8 يشد practice japanes before going to japan يجب أن تمارس وكي تحدث اللغة اليابانية من مطارف عليه أن فعل practice دوت تقليم الأفعل اللي بي دائما بعده verb plus ing practice speaking أما الفاقل 9 is this the boy هل دوت الولد؟ عايز أقول الذي معه أنت تذهب إلى المدرسة يبقى الذي معه وبالتالي هنا ضمير الوصل يعود على عقل وهو الولد وبالتالي نبدأ الفكر في ذات أو هوم بس المتعرف عليه أن في relative pronoun ضمائر واصل بيجي دائما أبلها حرف جر زي هوم which and whose وبالتالي يبقى أفضل أوكي رابط واصل نستخدمه هنا with whom لأن ذات ما بيجيش أبلها حرف جر أما بالنسبة لرقم 10 I have a suggestion عند اقتراح وي نقطة put off the party till they return ممكن أن نأجل حفلة إلى أن يعودوا وبالتالي أكترح ذلك ولعمل اقتراحات بنستخدم أسليب اقتراح أو أفعال نقصة مثل ممكن نستخدم should ممكن نستخدم can ممكن نستخدم could لعمل اقتراح موجود هنا منهم could رقم B Number 11 There is water all over the floor في مية في كل أجزاء الأرضية وبالتالي someone أكيد في شخص نسى يقفل okay the shower اللي هو الدوش وبالتالي من المؤكد أن ذلك حدث وللتعبير عن التأكد في الماضي بنستخدم must have مع التصريف الثالث Must have forgotten Number 12 My brother أخوي and I have just had a phone conversation كان ما بيننا okay للتو أو من فترة بسيطة محادثة تلفونية التي فيها We discussed our holiday plans نقشنا الخطط بتاعت الأجازة يبقى شوت هنا بقول المحادثة التلفونية التي بها أو التي فيها يبقى أنا أعيز هنا ضمير وصل يشير إلى حاجة العقل وبالتالي استدم هنا which و a phone conversation محادثة تلفونية تفضل حرف go in أعيز أقول في المحادثة تلفونية وبالتالي هنا استدم in مع ضمير الوصل which فتبق in which لأن إذا ما طالعك كده في الشاشة بقولك هنا أن حرف go قد يستخدم مع بعض رابط قبلها وبكون متعلقة بالأسماء اللي قبل رابط زي هنا a phone conversation بيأخذ حرف go in أوكي يالله بنا أما في السؤال الرقم 13 ماذا كنت أفعل تلك الفترة منذ آخر مرة قابلنا فيها بالمطاقة فعلي دائما اللي إحنا ما يكون عندنا تفعل اللي قول أو reporting نقل الكلام زي said أو told ويتم طبعا ربط جمل باستخدام ذات مع جمل خبرية أو إف مع جمل استفهمية لابد أبهل اللي هي وهو إذر أو ب wh question زي الموجودة قدامنا اللي هي what لابد دائما أن يأتي بعض رابط هنا فاعل وفعل ماضي وبالتالي هنا هستاذم had been doing had been doing أوكي had been doing أما في number 14 teachers are always encouraging their students دائما المدرسين بيشاقة رابطهم to be not and hard working عشان يكونوا كذا conscientious conscientious اللي هي مقصود معناها عندهم جدية أو مجدة فعملوا hard working يعني وعندهم ضمير وبالتالي be conscientious and hard working يعني لديهم ضمير في العمل وhard working ويعملوا بجدية number 15 I really phone my parents أنا حقا من الضروري جدا ومن الهام أن أتصل بوالدي to tell them عشان أقولهم إن I am going to be late home today إذ أنا ها رحمة أخر النهاردة وبالتالي تعبير عن الضرور بيتمي استاذهم هنا مصد number 16 he is thinking of ويفكر في on a business studies course إنه يسجل اسمه أو ينضم إلى كرس تدويب كده أو ضرورة تدريبية في business studies دراسات الأعمال at the local college في الجامعة المحلية وبالتالي ينضم إلى أو يسجل اسمه فيه هنا enroll وده ما بيجمع حرف gear on أما أقول enroll on a course يسجل اسمه ويضر تدريبية أما فاكمة 17 my friend advised me نصحني to see a doctor and our I wish أتمنى I not hear advice now أتمنى لو كنت خذت بنصحتها يعني معنى كده لم أخذتش بالنصيحة دي يبا إذن هنا أنا بتخيل أو بتمنى شيء عكس اللي انتهى في الماضي الجزء يا دي مهمة جدا لو أنت بتستخدم ال wishing التماني زي wish أو if only وبتتمنى حاجة عكس ما هي موجودة في الحاضر بيتم استخدم past sample الماضي البسيط أما لو أنت بتتمنى في الماضي يعني عكس حاجة انتهيت في الماضي خلاص وما عليك شيء اللي فترجع فأنت بتندم عليها حالة من حالات الاستحالة بيتم استخدام past perfect الماضي التام أنا بندم على حاجة انتهيت في الماضي من فعش اللي هترجع مرة أخرى فأستخدم past perfect had taken 18 I have seen an interesting article أنا شفت مقالة شريقة لغاية on the internet على الانترنت which I have التي قمت بإنزالها على جهاز الكمبيوتر 19 by this time next week قبل مثل هذا الوقت الأسبوع القادم the exam results will هكون قد تم ما نشرها يعني أنت بتتكلم على شيء سيحدث في المستقبل وسيتم وسيكتامل قبل نقطة زمنية معينة اللي هي this time مثل هذا الوقت next week وللتعبير على النقطة مهم جداً أما بنستخدم بعض التعبيرات مثل buy أو before أبل نقطة زمنية محاددة في المستقبل بيتم استخدام زمن المستقبل التامي اللي هو بيكون مكون من فاعل will have مع التصريف الثالث ويمكن بناء الحالة للمجمول فنستخدم المفعول will have مع التصريف الثالث فأنا عايز أقول هنا أن نتائج الانتحام بتاعتي هتكون قد تم نشرها يبقى مبني المجمول من المستقبل التام يبقى استخدمها الصيرة have been published number 20 نادر is really حقاً نادر دوت متحمس لغاية لكل أنواع مؤريضة enthusiastic لماذا أستخدم interested لأنها محتاجة حرف فجر in ماذا أستخدم keen ولو أن معناها متحمس لأنها تحتاج إلى حرف جر on number 21 sarah felt ill شعرت sarah بالمرض all night طيلة الليل because she not too much the day before لأنها قبلها حدث أول كانت قد أكلت الكثير أوكي في اليوم السابق وبالتالي التعبير عن الأحداث الأولى بنواجح هنا للماضي التام هاد ما تصفي هاد هاد number 22 who's اللي معناه ملك من أو تعبير عن الملكية عايز أقول مسئولية من يبقى whose responsibility number 23 she promised هي وعدت she not me as soon as the plane landed إن هي كانت تتصل بي بمجرد أن هبطت الطائرة الجملة دي فيها فعل promised يعني هي وعدتني يبقى نبنقل هنا الكلام يبقى الجملة هنا كانت مباشرة وتحولت إلى غير مباشرة طب شكلها يبقى أما كانت دايركت مباشرة تعني نشوف كده كان أصلها هي كان بتقولي I will phone you عنها تتصل بيك as soon as the plane lands بمجرد أن تهبط الطائرة لكن بعدما تم نقل الكلام يبقى هقول هنا she promised هي وعدتني she would phone أنها كانت تتصل بي as soon as بمجرد the plane landed يبقى هستغلم هنا would phone number 24 we went to the opening of a new school واحنا نحضر بافتتاح المرسى الجديد للصبك الأسبوع اللي فات بصراحة it was a very interesting occasion كانت أوكي مناسبة الشيخة للغاية occasion إذن تبتلعلى بفرنساوي occasion 25 I really enjoy reading حقا بستمتع بقرأة Agatha Christie novels روايات الكاتب المشروع Agatha Christie I particularly like here حقا أوكي أحب طريقتها style في كتب القصص style أوكي يلا بينا number 26 if he doesn't get at our sleep لو لم يحصل على ثماني ساعات من النوم every night كل ليلة he not really tired the next day هيشعر بالتعب والإرحاق في اليوم التالي واضح أنت بتتكلم هنا عن عادة لدى شخص أنه كلما لا يحصل على قدر كافي من النوم كل ليلة يصبح في اليوم الثاني أوكي متعبا وبالتالي للتعبير بقواعد فعن الhabits العادات والأشياء السابتة بيتم استخدام الحالة الصفرية على zero conditional فبتتكون من present sample مضاعب بسيط في النص الأول present sample مضاعب بسيط في النص الثاني وبالتالي هنا أنا محتاج أستدم feels number 27 I am going to have lunch with friends tomorrow إن شاء الله ناوي كده أوكي إلا أنا أتناول الغداء مع الزقاء غدا وبالتالي معنى كده طبعا كان يبقى الأفضل هنا لو كان فيه our meeting لعشان يبقى فعن نعم الarrangement اللي هو الترتيب number 28 when there is a lot of أما بيكون فيه أكسير من not people only care about بنلاقي الناس بتهتم فقط بنفسها وليس الأخرين يابا هناك نوع أوكي من الطمع greed greed اللي هو الطمع وخذ بالك اللانون اسم لأن الصفة منها greedy طمع number 29 more than one hundred أكثر من مئة شخص applicants من متقدمين للوظيفة sent their CVs أرسلوا سيرهم الزاتية after we adverse بعدما تم الإعلان لـ the job opening وبالتالي applicants متقدمين لشغل الوظيفة number 30 when we go to Rome عندما نذهب إلى روما you not visit the closeium closeium اللي هو المتحف المشهور أو اسف اللي هو القطع الأسرية المشهور دي اللي هو بنسموه مبنى colosseum اللي هو كان مشروع جدا في روما اللي بيقام في بعض الاحتفالات الرومانية وبالتالي يبا هنا عايز يعمل نوع من suggestion الأكثر وحفظه عندما تذهب إلى روما لازم اللي انت تزور the closeium لأنه قال بعد كده it's fantastic رائع جدا في المكان ده يبا you must نصيحة قوية number 31 mom got at work حصلت أمي على ترقية في العمل promotion ما فاش أي مشكلة number 32 if you want to get that dirt out of your shirt لو عايز تطلع القوزوات أو الأوسائة من القوامس بتاعك you need to هتحتاج اللي انت تنقع في ما دافئ يبا السوق فكلمة سوق اللي معناه ينقع number 33 before basim left for Canada قبل ما basim يغادر ويسافر إلى كندا he not the way all his toys to charity can أهدى أو أعطى كل ما يملك من ألعاب إلى charity اللي هي المؤسسة الخيرية يبقى ده معناه إن لو مفتود هنا تتابع أحداث أو إن الحادث ده انتهى في الماضي يبقى مفتود أستخدم هنا past sample الماضي بسيط الموجود هنا اللي هو give ولو كان طبعا فيه had given كاتبه أفضل طبعا كان هي بحادث أول لكن لا مانع طبعا نستخدم left past sample مع give في الناحية الثانية past sample مع رابط before 34 that just got an increase حصل أبي على زيادة فيه his salary المرتب بتاعه and we are going out we are going out إحنا كلنا خلاص هنحرق مع بعض عشان نحتفل بقى celebrate 35 some people bodyness their teeth بيبيضوا أثنانهم so they look very white and shiny فتبدو أثنانهم بيضاء ولامعة يبقى يبيض اللي هي bleach number 36 the lightning lightning المقصود بيها البرق the lightning not the entire sky أضاء البارق السماء بأكملها يبقى هنا أضاء يبقى اليمنيتد اليمنيت معناها يضي أو ينير 37 the rainbow is a beautiful that occurs after it has just rain يبقى يعتبر ظاهرة تحدث بعد ما يحدث المطر يبقى هنا phenomenon بس أخذ بالك هنا عشان بيلي في امتحانات وقيت في امتحان قبل كده سنوية عامة أما يقول هنا phenomenon اللي هو اللفظ اللي هو منتهي باللوءين ده معناه ظاهرة واحدة أما الجامعة بتاعها هو الجامعة الشيء أوكي ما ننشي phenomenon لا لا Phenomena دي مقصود بيها الظاهر وبالتالي يبقى نستدم هنا Phenomenon ظاهرة ما شاء أولاد لا تتذكر أو تنسى كلنده مهم number 38 In the last 10 years في خلال العشر سنوات الماضية يجب تنقطة large areas of desert into farmland استطاعت مصر أن تحول أوكي تحول أوكي large areas مناطق أوكي كبيرة جدا وشاسعة من الصحراء إلى أراضي زراعية وبالتالي هنا المفروض أن أتكلم عن شيء حصل أو بدأ أن هو يحصل في خلال العشر سنوات الماضية بس خد بالك ممكن يكون مستمرز غير دلوقتي ممكن يكون لسه مخلصي أوكي وبالتالي بالمفروض هنا أستدم زمن ومضارع التام هناك الكثير من يطلط في النقطة تقص شوف النقطة كده وأتمنى اللي أنت متنسهاش لأنها جيت كمان في الامتحان الاسترشادي اللي منزل الوزر أما تظهر هنا In the last مع مدة مثل In the last two hours في خلال الساعتان الماضيتان يبا كده أستدم هنا Present Perfect مضارع التام اللي هو هذا وهذا مع التصويف التالك مثل In the last two years في خلال السنوات أو السنتان الماضيتان I have studied the law درست القانون وممكن أكون ما زلت أدرس القانون لكن لو قلت last مع المدة فقط فأستدم هنا ماضي بسيط لأنك بتكلم عن فعل انتهى في المدة وخلاص وخلصت مثل Last two years العمان الماضي I studied the law درست القانون وخلاص ما عندي شو بدرسه يبا إذن In the last معناه خلال المدة الماضية وقد تكون مكملة لهذه اللحظة فأرجوك ما تنساش الحتة الصغيرة هذه لأنها إن شاء الله ممكن تكون في المتحان السنة هذه has turned Number 39 The sea Alice admitted that he not the necklace from Mrs. Morrison's bag أنه قد سرق العقد من حقبة السيدة Morrison Night before Possession هنا هو أعترف أنه عمل حاجة كذلك بس يكمل ذا Night before الموجودة في النهية مقصود بها الليلة السابقة يعني معنى كذلك أن جملة كانت بسيط موضوع ماضي بسيط بس أنت ما تجد كلمات مثل بسيط مثلا The month before الشهر السابق للكلام The previous month الشهر السابق للكلام The last month الشهر الماضي هنا لدي علامات كلها بتفهمني أن جملة كانت ماضي بسيط فأنا بعد التحويل من الشكل المباشر لغير مباشر بحول الماضي البسيط إلى ماضي تامل وهذا مع تصريف التالي وبالتالي بس صح هنا أن اللص كان قد اعتراره فبأنه قد سرق يبقى هذا Stolen Number 40 There is a big Where engineers are building the new metro line يبقى كان فيه استكشاف أو اكتشاف أثري كبير جدا في المنطقة اللي المهندسين كانوا بيحفروا فيها عشان يعملوا the new metro line اللي هو خط المترو الجديد Execvation مقصود بيها كشف أثري أو استكشاف أثري Number 41 We had to stand on the bus إحنا طرينا اللي إحنا أفطيلت المسافة كلها وإحنا في الأوتوبيس بيكيوزنا السيت والتيك لإن كل مقعد كان قد تم حاجزه شو بتبليه كل يبقى معنى كده أنت معندك شغير all أو every بس انت شاطر وعايفكوا يا ساوي أن every بيجي بعدها اسم أفرد و all بيجي بعدها اسم جامع وبالتالي هنا يبقى ما يفعلش أقول all seat لما في كتبه all seats جميع المقاعد وبالتالي هنا هستخدم every Number 42 Concerned about her weight بخصوص الزيادة لفوزنها she had not herself to to meet the day فهي حددت لنفسها وقبتان يومين يبقى يحدد يبقى limit والماضي منها limited fourth three there are times you got أوقات when you can't work اللي يمكنك فيها أن تعمل بدرجتك في لكي تعيش مرتاح يبقى can't work hard enough لو أنت بتلقبط في to so such enough فأنا جمعت لك في الشكل الجامع جدا to بيجي بعدها الظرفة أو الصفة وبعد كده أكمل بto mother so بيجي بعدها الظرفة أو الصفة وبعد كده أكمل بكلمة ذات such بيجي بعدها الصفة واسم موصوف وبأكمل بذات أما أنف مختلف عنهم لاحظة أن كل اللي فادة بيجي بعده الصفة لكن أنف بيجي قبلها الصفة أو الظرف وبالتالي can't work okay hard enough بعض الناس لا يمكنها أن تعمل بالجدية تكفي لكي يعيشوا مرتاحين أو في عيشة مليئة بروح يبقى hard enough 44 the knot of the nail set أعيز أقول إطلاق أقمر صناعي in nail set till 101 إطلاق بل launch كلنا حافظنا وبنحب الكلمة عشان سهلة 45 mini teen idler الكثير من المراهقين think بيعتقدون they have the maturity maturity اللي يعني لديهم ما يكفي من النطق النطق to understand عشان يفهموا life properly الحياة بشكل مناسب يبقى maturity اللي هي مقصود بها أن نضج number 46 she has so not friends هي لديها الكثير جدا من أصدقاء ولا قليل جدا من أصدقاء أو لي so many friends ولا أقول هنا فلو لاحظنا مثلا هنا أوكي هنلاقي إن بيتم استدام many و few مع الاسم الجامعة زي many friends أو few friends أما much و little بتيجي مع الاسم اللي غير معدوه زي مثلا much sugar أو little sugar وبالتالي أنا عايز أقول هنا يوجد أوكي لدي البنت أقليل من الأصدقاء لضاقة اللي هي really ناديران gets out of the house ما بتخلق من البيت ما مالهاش أصحاب وبالتالي بها so few لأن فرندس هنا اسم يعد number 47 everyone has seen plant spirit نباتات وهي تنمو عملية استمرارة هو يراها أثناء عملية النمو see من الأفعال اللي بيتبعها gernt الفعل مضف له ing growing number 48 the car السيارة needn't today it isn't very dirty فهي ليست أوكي متسخة يبقى السيارة أوكي ليست محتاجة اليوم أن يتم نصلها طبعا needn't من أهم الأفعال المودة الفيربس اللي موجودة عندك مميز needn't أوكي بيجي بعده الفعل في المصدر من غيرته ولو تبنى للpassive needn't هو معناه لا يداعي أو ليس هناك حاجة لذلك أو ليس منطور لذلك بيجي بعده بي مع الباست participle هو التصييف الثالث انت بتقول إن العربية لست هناك داعي أو لسنا منطورين إلى أن يتم أصلها passive مبني المجهول وبالتالي بأستخدم هنا be pushed okay number 49 he not in Tanta for 3 years يعيش في Tanta 30 and then he moved ثم انتقل طالما انتقل من المكان ده يبقى أصبح حياته في Tanta تعتبر هنا حاجة انتهت في الماضي معانيتش موجودة يبقى كده بستخدم past sample أما لو كان لسه موجود أو عايش هناك يبقى أستخدم المضارع التام اللي هو has lived طبعا هو قال هنا انتقل خلاص من Tanta يبقى إذن هنا فعل انتهى في الماضي وليس له علاقة بالحاضر يبقى بستخدم lived number 50 there are not of departments for students يوجد عدد أوكي أو تنوع من أو تشكيلة من الأقسام for students اللي الطلبة to choose from يختاروا منهم يبقى كده أستخدم هنا variety لو انت من نوع الطلبة تتلخبط في الاشتقاقات لكمة variety زي vary أو various انا ملخصت عليك هنا اتمنى ليتعجبك vary معنى يتنوع وساعد بيقى بحرف vary from يتنوع أو يختلف من مكان لمكان نصف various عامل زي كلمة different فهي معنى متنوع أو مختلف ودي صفر أما variety عامل زي كلمة collection اللي هو تشكيلة أو تنوع أو اختلف ده نون اسم فانعايز أقول تشكيلة من أو تنوع من الأقسام للطلبة يختاروا منها يبقى استخدم هنا variety أما في رقم 51 not engineer in the factory كل مهندس في المصنعة أيضا was given a separate job to do وظيفة منفصلة يقوم بها أنت قلت كل وبالتالي أنت معنى الشغير all أو each بس ما فيش داعباء أذكره ثاني نقول بيقى بعدها اسم الجامعة يعني في التكتبه all engineers أما each بيقى بعدها اسم وفرد وبالتالي بقى استادم هنا each each engineer أما في الجملة الأخيرة 52 teaching required العملية التعليمية تتطلب بتطلب إيه؟ بتطلب هنا التسامح أو شخص متسامح يبقى عايز أقول هنا tolerant person لأن كلمة tolerant معنى متسامحة أو يقدر يستحمل الآخرين حتى لو أنت كملت الجملة who is used to معتل هذا الشخص على dealing with students differences اختلافات الطلبة يبقى العملية التعليمية بتحتاج إلى أناس أو أشخاص عندهم تسامح أو إضافة يستحملوا الآخرين عشان تعرفوا بس قد إحنا بنتعب حسنا يبقى طولران حسنا شكرا لكم لا نساش أقول لكم إن كلا عايز تحمل ملف الجملة الجدلية هتلاقي موجود في الوصف الفيديو وكمان لا ننسى أقول لك الكلمة اللي بانه بيها Good luck with your exam بالتوفيق أولاد فيمتحانك وربنا نوفقكم يا رب ويا رب الفيديو يكون عجبكم لا تنساش تدعم القناة ودوث وكي أنزر سبسكرة شترك معنا كده وكي وكمان تفعل زرقص Good luck for you all see you later Goodbye